يوم الخميس يمكن او يوم الجمعة صدر تصريح اخرق احمق من قائد الدعم السريع اللي هو محمد حمداد دجل وحمدتي قائد الميليشيا الجنجويد سابقا والدعم السريع دلوقتي بيتهم مصر ان هي ضربته الجيش المصري والطيران المصري والحقيقة يعني تجاوز كثيرا واخطأ كثيرا وتحامق كثيرا وقال ما لا يجب ان يقول رجل دولة هو مش رجل دولة ده هو رجل ميليشيا في كل احوال احنا في مصر منذ اليوم الاول وقلنا ان الوضع السوداني خطير وعلى السودانين ان هما يحلوه واحنا بندعم الحل السياسي واحنا لسنا طرف في هذا النزاع من اليوم الاول قلنا هذا الكلام ودعينا كل اطراف الاخليمية الا تتدخل في الشأن السوداني والامور خرجت عن السيطرة لما يجي واحد زي حمدتي يتهم مصر ويهاجم مصر بهذا الشكل اللي فيه نوع من الواقاحة المرفوضة وبقول تاني انه بقول لحمدتي وبقول قائد ميليشيا الدعم السريع اللي هي الجنجويد سابقا بقول له وبقول لمشتشريه طبيق وغيره بقول لهم يعني احذروا السنتنا حداد ومخالبنا قوية والدولة المصرية محترمة وقيادتها محترمة وجيشها محترم التطول عليه من الصغار غير مقبول وبقول تاني دايما 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 بقول لحمدتي بقول لحمدتي دائما ما نقول ونردد الكلاب تنبح والقافلة تتسير لكن بقول لحمدتي احذر قد نوقف القافلة ونقدم الكلاب الامم المصرية